ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين حكاية أغنية حققت شهرة عبد المطلب أشهر الأغاني الشعبية في فترة استثنيات في يوم احتبس صوت المطرب محمد عبد المطلب ومقدرش يغني في حفل بدار الأبرة المصرية ويرجع إلى بيته في حي السيدة زينب بالقاهرة ويتعالج لمدة شهور كتير ولما تم شفاء وطلب من الشاعر زين العبدين نقفة حلة إنه يكتب له أغنية ساكن في حي السيدة وحققت نجاح جماهيري كبير جدا بدأت حكاية أغنية ساكن في حي السيدة لما تولى الأديب الكبير يحيى حقي إدارة الأبرة المصرية وأقام لأول مرة عروض لمختلف الفنون الشعبي وحفلة للمطرب الشهير محمد عبد المطلب ووقتها كان بيسكن في حي السيدة زينب ورح مع فرقته إلى موقع الحفل في العتبة وكانت المرة الأولى اللي يغني فيها مطرب شعبي في الأبرة وفجأ عبد المطلب بجمهور مختلف يرتدي الملابس الرسمية وأغلبهم من الطبقة الراكية ورغم التسقيف الكتير وتشجيعهم ليه لكنه جاء له حالة زهول لكن صوته احتبس وارتبك ومقدرش يغني واضطرت إدارة الحفل إلى إغلاق السطار وخرجوا معاه إلى أقرب طبيب وقال له إنها صدمة مؤقتة ونصحوا بالامتناع عن الغنى طوال فترة العلاج ما لقاش عبد المطلب مخرج من المحنة دي إلا أنه يومياً يروح يصلي الفجر والعشع في مسجد الحسين